موسيقى مشاهدي قناة الشروق في كل مكان تحية الود والاحترام اهلا بكم في رموز رياضية هذه الحلقة من داخل المنزل الأستاذ طاها محمد صالح قضب نادي النيل وأمين خزينته الأسبق سعداء جدا انه رح بيوفر وموز رياضية من داخل بيته سالصاها نحن بسوطين جدا انه نكون في حضرتك ومرحبيك محبيك الله يزيدا تاريخ ممتد ومسيرة حافلة وصيرة عطرة الحديد عن نادي النيل والحديد عنك انت وعن مدك في نادي النيل ما ممكن نختصره في المساحات الضيقة لكن هي مساحة على أقل تقدير وفا لك انت ولجهدك المستمر فنتعرف عليك عن قربي يعني والصاصاها لكل المشاهدين وللأجيال الحالية اللي بتابعك الآن على الشروق نعم كنت الخيركم والحاجة أشكركم رموز رياضية غنية الشروق أنا سعيد جدا ونحنا أصبحنا في عمر لازم نملك الناس الحاجات اللي نحنا ورسناها يعني وأنا شاكر ومغدر ليكم وطاهم محمد صالح غضبي من نادي النيل العريق المثالي وأنا على استعداد أنه يعني أحدث لكم وأتكلم لكم عن مسيرة نادي النيل يعني يلا أبدلينا طوالي من مسيرة نادي النيل ونعرف الأيال بالتابعنا الآن في قناة الشروق من متين بدأ النادي إذا والتأسيس له كان كيف في بداياته طيب من ذكريات الزمن الجميل أنه نادي النيل يختلف من كل الأندية الأخرى يعني لأنه نادي كانت عنده مسيرة رياضية نادرة ونادي له متميز مصهرا وسلوكا وأدبا وأداء وعطاء منذ إنشاءه سنة 1934 فكرايت في مجال الرياضة بجماهيره وأقطابه المتميزين أذكر منهم البروفيسور عبد الحميد إبراهيم وعم جمال طيب الله أصراهم وعثمان أحمد ياسين فيصل محمود وسيد عبد الردي عبد الرحمن صغيرون ألف جرجس كلهم عظماء عليهم رحمة الله يعني ناس كانوا بأقطاب يعني وكما لأنه حاس محمد كرار النور طبعا الناس القدام يمكن يعني يذكروا الناس لأنه كان زمن جميل جدا ومحمد عبدين أورنجيتا المدرب المعروف عليه رحمة الله ودكتور عبد القادر حسن باش شبادوي أحمد طه الزيبك كلها شخصيات خرطومية وكانت لأنه نادي النيل كان في قلب الخرطوم فكان يعني بيجمع النازل كلهم وسمي بالنادي المثالي وكان في ناس ميناس سترياس وحامد علي شاش فاروق معني أحمد عبد المجيز والضيف وشخصيات يعني تأسس النادي بنا سنة 34 من كفريق قورة من شلة الطلبة كانوا يلعبوا في ملعب مكان برج البركة الحالي ده كان الملعب بتاع نادي النيل فكانت اللي هي كانت المدرسة اللي ابتدائية يجبه المدرسة اللي ابتدائية الوسطة في مكان برج البركة دي ففي إجازة المدارس وسميه بنادي الطلبة كان أول رئيس للنادي أحمد حسين طاهر وأول سكرتير حسن سليمان الهاوي اللي هو الفنان أحمد سليمان الهاوي ده أول سكرتير يعني وأول أمن خزينة أحمد عبد المجيد والضيف وبعد العام يتولى أحمد عبد المجيد الرئاسة ويستمر حسن سليمان الهاوي كأسكرتير للنادي وتولى عبد العزيز محمد صالي جاملات الخزينة واختير في البداية الشعار أسود أبيض بعد ذلك يتغير إلى أخضر عام ستة وثلاثين أنشأت اتحاد كورسة الغادم السوداني وبهدت تنساب الرياضة بين الفرغة الغايمة في أمدرمان الخرطوم والخرطوم بحري طيب يا أستاذ صالح أني تدريين للنقاط التي ذكرتها دي عشان تتعاملين حوارنا معاك لكن في نقطة مهمة وإن تكبيل بتتكلم تتكلم منه النادي النيل كان من الأندية المميزة جدا والأندية المختلفة الاختلاف دي من وين البصمة دي هل اختلاف لأنه النادي هو في قلب الخرطوم ولا الاختلاف بالعضاء الموجودين والله الاختلاف في الناس يعني الناس اللي كانوا موجودين في نادي النيل صفوة وما كل زول كان بنتمي لنادي النيل يعني يعني في الشروط العضوية ذات عندها حاجة معينة يعني انت أخلاقيا كده وحاجات كثيرة جدا يعني ما يزول كان بنتمي لنادي النيل وبعدين لأنه هم في حتة كانت منتازة يعني كان في قلب الخرطوم يعني اللي هي دي تحضرني الزاكرة إنه النادي النيل أساسا كانوا يلعب فيه تلات أبناء تلات أسر كانت في قلب الخرطوم يعني وأسر معروفة يعني وكان نادو أسري في البداية كان بالضغط كده يعني كده بدأ كده يعني وبعد ذاك بعد ذاك دخلت فيه الأحياء التانية دخلت فيه الأحياء التانية وكل يتغرضون التسكالية وكده وهنا حي بسيك ده الناس يعني يعني تلو فدلو كان فيه أساس متين نبني عليه كلامنا وصاصها حمد صالح قل بنادي النيل وأمين خزينته الأسبق في الفترة في فترة من الفترات كانت تأسيس للناشئين من الأول أجبال في عمر صغير عشان هم ينشؤوا في نائد صحي ومتزن زي نادي النيل وكيف كان زمان بالنسبة للأطفال وهما في عمر صغير نعم نادي النيل كان يهتم جدا بالشباب بالبراعم والأطفال والشباب والناحية في الشكل ده وكان حريص جدا أنه يربي جيل من جيل إلى جيل وذي من الحاجات اللي هي فعلا خلته يعني يقول عليه المثالية لأنه كان مدرسة هو في حد ذاته يعني يعني يعلم أنت بتعلم الطفل دهما هو صغير كيف يتعامل مع الرياضة يعني سواء كان التدريب أو أخلاق أو كده أو حاجة بشكل كده فكانت في حاجات اجتماعية كويسة جدا يعني بيترقب الشباب على أساس أنه يعني يكونوا يعني في نائد النيل ويبنوا حاجة صحيحة يعني وكان دي في ناس معلمين يعني 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 زي الله يرحمهم طبعا معظمهم علي ورحمة الله يعني زي كان يوسف مرحوم كان مدرسة بحالة يعني المئيس الرئيسي برحوم ده كان بيهتم جدا بالجانب بتاع الشباب وتحضروني الزاكرة أنه في أولادنا اللي أسموا جدين في الأمارات ناس وزيت عايشة و القائمة الطول ومنجستو والجماعة ديل مهتمين جدا بالحطة بتاعة الشباب دي وهناك يعني عملوا تدريب كسودانيين يعني يعني إحنا مشكلتنا أنه هنا إحنا ممكن في بلاد تانية ممكن نبزع والسودانيين شطار جدا في الحطة بتاعة الرياضة دي والجوكان الرياضة والاقتصاد والإجماع المشكلة وين؟ المشكلة بيها ولا توفر إمكانيات؟ المشكلة في الإمكانيات والإدارات ذات نفسها يعني أنت ما بيتربي زول ما بي تربي ما بتلقي جو صحي على فساس أنك أنت اللي هو التعاون الكان زمان التعاون الكان زمان كان رائع جدا طبعا وأس هما أسسوا ليه أسسين مدارس بره يعني والناس بيتتكلم عليهم يعني إذا مسكت فوزي إذا مسكت منجيستوي إذا مسكت الناس الهدام دي كله بالزادة كان العلبه في نادي النيل يعني وده بقودنا لسؤال للأسف أن إحنا إلا البعض بيكرم بيكرم الناس اللي كان عندهم عطاء كبير في الساحة الرياضية وإحنا بالعادة دائما نكرم الببدع بعد ما يرحل من الفانية ومفروض التكريم الحقيقي ويكون تكريم لي عطاءه الممتد نعم كيف نحن بنغفل عن تكريم أدوار مبدعين هما كان عندهم إسهام في الحياة العامة؟ وموجودين يعني أنت ممكن تكريم الزول هو حي يعني وعلى أساس أنه تديه ودافع أنه هو ممكن يبدع أو يمشي لأو يمشي لقدامه أو أنت ما وزيد أكتر يكون معاك أو أنت ما وزيد أكتر يعني ففعلا يعني دي حاجة مهمة فعلا طيب أستاذ صاحا في فترة من الفترات وأنا لسه برجع معاك لنادي النيل لأنه التأسيس الحقيقي المتين هو للأيال الحالية الآن نظرة كرة القدم اختلفت لأنه بيقى الصناعة وبيقى التأسيس بالنسبة لها بشكل مختلف نعم فالأسر ذاته كيف كان الزمان أنه أبناء بيلعوا في نادي النيل هو نادي أسره ما نادي بيضم أعراف مختلفة صحيح أولا هو يعني مدرس وانا كبير في حديثي قلتها أنه مسائلية جاءت من الحطة يعني أنت يجيب ولدك المدرسة ومطمئين أنه حيلقى تدريب حتى الدراسة الناس كانوا التغوية وكده وهنا كانوا فاتحين مدارس يعني جوا نادي النيل يعني يعني في فترة من الفترات نادي النيل لنا النادي النوبي صحيح مغار كده على أساس يعملوا محومية يعني للناس الكبار والتغوية للأطفال للأطفال اللي بيجي يتدربوا في نادي النيل وكده عشان تساعدهم في مسيرتهم العلمية وده دور النادي يعني يشوف يقول وزارة التربية والتعليم التربية قبل التعليم نعم فمشوف الرياضة والتعليم هم خطان يعني متوازيان صحيح 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 طيب نيلي عملك وانت درس الاقتصاد يعني ايه فالمحد الفني اللي هو الآن جامعة السودان في الفترة من الفترات فاحكي لينا برضو عن شغفك الكبير انك تدخل نادي النيل شنو دفعك ايوه والله انا طبعا الكلام ده طبعا في ستينيات وكده انا طبعا بعد تخرجت من المحل الفني اشتغلت اول حاجة في بلدية الخرطوم اللي هو مكان مجلس الوزر رأسة صحيح اللي هي بسموها المديرية في هذا الزمن فوجدت مجموعة بتنتمي لنادي النيل اللي هو كان كما للنحاس امين خلد نادي النيل كان موظف في البلدية وكان اخونا نجم الدين حسن الله يرحمه كابتن السودان نجم الدين حسن وكان جحفر مرغني وهارون تقلو وزكريا وعدد وعبد المنعم عثمان دوكا دين كلهم كانوا بنتموا لنادي النيل انا حبابوني في الحتة بتاعة نادي النيل وبيقينا نمشي حتى بالنهار نمشي نحنا بعد الشغل نمشي نادي النيل الذبنا كان في القرطوم في شرع السيد عبد الرحمن جبه جبه طرمبا طرمبا بتاع الشغل فكنا بنمشي نقيل في نادي النيل لغاية الناس يجوا التمرين ولغاية الناس يجوا التمرين وفي الفترة ديك لسه ملت حقت به كنت تمشي بشوف بعينك كنت تمشي بشوف بعينك بعد ذاك حتى بقيت عروف في نادي النيل كان إغناء الذات والإغناء من أصحابك من أصحابي وزملاء زملاء يعني كنا كلنا كده في الفرغة البلدية اللي هو كان في المصالح زمانة كان في مجموعة كبيرة جدا من الان ديه من ضمن النيل فأنا كنت يعني بلعب في الهوك الداب كنت بلعب في الهناد الثاني يعني ما يعني كنت أساسي في الاحتياط احتياط ايو لما تحصل حاجة أنا كنت بقولش يعني طيب تركت عضو بعض العضو شنو في نادي النيل من عضو من خزينة يعني بقيت من خزينة بعد كم فترة؟ الفترة كانت كم؟ فترة كبيرة وده يغودنا لأنه أنا طبعا بحكم أنه اقتصادي أو دول بتعمل أخونا الفريغ كمال علي صالح طلب مني أنه أجي على أساس أنه هما حيعملوا استثمار في نادي النيل وقال لي أنت ممكن تلعب دور في الحتة دي وأنا اشتجبت طوال رغبته وجيت نادي النيل على أساس أنه يعملوا استثمار عشان يكون أساس للنادي نفسه والمسيرة تمش يعني طيب ده محوى الرئيس نعم نحن نعيش في الظروف الآن كل الأندي السودانية بتحتمد على جيوب أشخاص نعم مع العظمة الأساسي أنه تأسس يعني في روع استثمارية خاصة بيها وتقدر تكفي احتياجها فالفكرة دي جاءت من وين؟ هل أنت طرحت علوم الفكرة دي في التأسيس؟ نعم هو الحقيقة يعني ده الخلل ذاته في حتة أنا أفتكر أنه دي من الأسباب العطلة الرياضي في السودان لأنه أنت بتعتمد على فرد الفرد بكرة ما يقوم ما في معناه خلاص يعني ما في حاجة عشان أنت تقدر تساير بها المسلح يعني عشان كده أنا للنيل فاكر في أنه يعمل استثمار عشان ما يعتمد على شخص لأنه شخص لو فات خلاص يعني الجس انتهت وده كان الخلط ونجاح النادي مرهون على جيبه بالضبط يعني في أمثلة كثيرة ما في داعي أن الواحد يذكر ساميناس لكن ده كان من الأخطاء اللي سيمة يعني توقعت المسلح ما قدرنا نحنا في السودان نستمر حكذا لأنه كنا نحتمز على الجهة والأفراد يعني وده أكبر خطأ لكن النيل جاء عمل استثمار حول الملعب حول النادي وكده بداها بـ 37 دكان تفتعل الجهة الشمارية اللي شفتها دي كانت البداية والجهة الغربية الشرقية برضه فيها الشكل الدوية عملت لها نظام يعني وده كان ترتيبكم لها كيف؟ هل ترتيب بتاع شغل بتاع الرواتي باستحقاقات اللاعبين والجهاز الفني ولا أنتو كنتو بتنظروا لها بعتزاوية؟ لا ما قصه هو أبدلك بحاجة يعني اللي هو نادي النيل اللي لما نحنا عملنا اللي تسمارها كان يجيب الزور المستثمر على أساس يبنيه وخمسين في المئة تمث لصالح النادي وخمسين في المئة للبنى يعني عشان هو بني فالناس قاموا احتجوا وقالوا عشان أن إحنا فترتنا تكون قوية وكده وتكون يعني ممتدة أن إحنا ممكن نتدونا تمنذلينا عشرين ونحنا نديكم الباقي كله للنادي فاللي كانت ساعدت في أنه الناس تجللها قرشين ثلاثة عشان تسير الحال بعد ذاك المسألة دي انتهت يعني لما غيمة البنيان البنيان انتهت بيقى النادي كله بيقى تابع للنادي يعني ونحن طبعا في الحتة لي ما شئنا يعني ما هم ما عرف ببضاء ذاك الحاصل شنو طيب النادي النيل بالذكر اسمه الكبير ده وتاريخه العريض ورمزيته في الحياة العامة وبين الأسر واجتماعياته الآن واقف وين النادي يعني نحن من عائلة المشهد الرياضي ونادي النيل بعيد بعيد كل البعد والله نحن طبعا قلبنا مع النادي النيل لأننا النيلاب وتربينا النيلاب يعني يعني أسا انا قلت لي انت بتسجع شنو غدا جزا الناس يقولوا لك لكن انا اقول لك أسجع نادي النيل لأنه ده النادي اللي نحن تربينا فيه وقومنا فيه وكده ونعتبر بمثاليته نحفظ له المسالة دي وهو حافظ لنا الحاجة اللي نحن عملناه له وكده أما الآن الواحد يعني متألم جدا لأنه نادي النيل الآن لأنه نادي لا مفروض يكون هو الأول في الدورة الممتازة وفي فترة من الفترة كان بنافس الاندي يعني في آخر بطولة كان لعبة لفترة من الفترات في سنوات يعني كان أحرز الكاس فالمفروض كانت تكون دفعة قوية له في فترة من الفتراته يعني اي 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 تكلم عن الزمن داك والذكريات اي ودي كانت سنة ثلاثة وستين اربعة وستين نادي النيل أحرز كاس البطولة دور العام كاس البطولة من الهلال المريخ يعني ودي كانت فترة يعني كانت ممتازة جدا وليها وزن كبير جدا يعني فيها يعني انتصار كبير جدا وكان فيها فزاز اللعبين يعني ودبدل كان على تأسيس قوي يعني منافسة كانت قوية في فترة من الفترات كان دية كبيرة واندي عريقة اي 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 كونكم انتو تستمروا بنهج طيب اي اي وتلعبوا لحد النهاية فمعناته فجا هدي مبذور كان كبير في الفترة دي بعدين التيمة اللي كان تقريباً كان لاعب يعني زي مثلاً في سكيحة اللي هو يعني ربنا طول عمره كان لحرس المرمى بتاعنا طبعاً موجود ونجم الدين حسان ويونس بدروس وفض النوبة وعود جولت اللي هو عود دقسم السيد وبرع السليم مبارك اللمين فارغ النان السير حسين زكريا زكريا إسماعيل عمر الشغيل وعلي شغيل دين كلهم كانوا لعبين في نادي النيل دين تقريباً لاحرزوا البطولة يعني وجودهم مع أندية تانية في فترة من الفترات كان ممكن ينظروا بنظرة تجارية للأندية إنه يمشي للأندية القمة لكن كيف كان الولاء مهم بالنسبة للأشخاص في النادي ما هو زي ما أنا قلت لك يبين نسانية تانيليات من ارتباط الناس مع بعض يعني والناس كانوا أصدقاء وكرياضين وكان فيه الترابط بيناتهم وزي ما قلت لك من الشغل بيمشوا طوال للنادي الظهر يمشوا يقعدوا في النادي لغاية التمرين لغاية كده لغاية بعد التمرين لغاية يمشوا السينما مع بعض يمشوا يمشوا الدور الأول يمشوا الدور الثاني الزمن له كان الدور الثاني كان في النيل لذرق بس كان ما في دور ثاني يعني كل المجمعة دي كلها مع بعض التجاهم هم يعني كنيلاب يعني طيب طيب الصالصاها عشان المشاهدة اللي بتابعنا الآن في قناة الشروق في رموز رياضية وتعرفنا معاك على مسيرة نادي النيل وبداية تأسيسه نحن عايزين نقابع على الجزور المشكلة الحقيقية اللي خلتنا هذه النيل بعيد يعني في فترة من الفترات كان هو نادي ناصع يعني يدتوا ما حاولتوا شوفوا المشكلة الحقيقية وتقدروا دعالجوا عشان نادي الصمر بذ ذاته عنده أرضية كويسة يعني نحن حاولنا حاولنا كتير جداً الأس أنا يعني يستطيع أقول الناس الموجودين نحن يعني معرفتنا معاهم ذاته ما الناس الزمان نحن نعرفهم يعني هو أنا للنيل بعد ما تحول من الخرطوم جهنة لما جاء هنا العضوية فتحت يعني ديقة الأحياء اللي جبوا وجووا ناس جزاد اللي هم موجودين في نادي النيل بحكم الموقع بتاعه وهم ساكنين قريبين جووا ينتموا لي نادي النيل لكن ما شربوا من منحلوا من الزمان أي والتاريخ الزمان يعني بتاع الناس يعني أنا بالذكر حتى من ضمن الأشياء حتى لما جينا هنا كان يوم بيوم الأحدة كانوا بيجوا الأخطاب ناس البروفيسر عبد الحميد إبراهيم الكفير قلت تلك عليه ودا وعم الجمال بدوي وسيد عبد الرضي ومجموعة الناس الأخطاب الزمان وكانوا بيقعدوا معاهم الناس في العمر الصغير في مجاية لك أيها وبعدين يتناقشوا في حاجات وكانوا هم ذاتهم بيهتموا لكن الناس ذي العليون رحمة الله يعني معظمون يعني يتوفوا والحكاية دي تعدمت يعني يعني زمان أنا قلت لك حسن سليمان اللي هو الفنان ده كان هو السكرتير اللي نادي لما كان يجي نادي النادي بيجي معاه مثلا حسن عطية وبيجي معاه الفنانين دي للناس الناس الكبار يعني وبيجي يقعدوا في نادي النيل الحكاية دي بيترغب الناس يتلموا حواليهم حواليهم هاي وبعدين بتكون فيه حتى جلسات فنية هو كفنان أو كسكرتير اللي نادي النيل كان بيعمل يعني ده دور ثغافي هنا بيحصل يا سلام بالإضافة للمسرح كمان يعني برضو كان فيه نادي متكامل كان فيه يعني كانت ثغافة وأدب وحياة يعني طيب وصالصاها وانت بتتكلم عن بحرقة كده عن نادي النيل وعندك ذكريات وإرشيف ومخطوطات عن نادي النيل فان احنا ما عايزين نكتفي بس بالذكريات اللي انت خاتية معاك دي يعني وانت كبيرك سألتك من المشكلات الممكن تدعالج هل هم ما عايزين تواصل يعني كيف تواصل إيال مع الإيال الحالية عشان تقدروا تحافظوا على النادي كإسم بالضبط بس انت لخصت الحكاية هم ما عايزين يتواصلوا لأنه ان احنا كناس نيلاب قدام عملنا لينا شكل قلوب كده يعني كل الناس البر والجوة والناس اللعبوا في النادي والإداريين اللاعب هناك يجيزل عنده علاقة بالنيل وبيعرف إقلاقية النيل وبيعرف ميشالية النيل وبيعرف تاريخ النيل عملنا قلوب على أساس انه الناس زيل بالوضع هذا ما أن هذه النيل مفسور مفروض يحصل تغيير في الحتة دي عشان النادي ياخد السمعة بتاعته الزمان مفروض يحصل شنو وبالتالي أنا أفتكر ما عندهم مشكلة يعني إذا نحنا خلينا بالجانب الشرقي بالجانب الشمالي 37 دكان وهم بنوا بهنا الدكاكين بالجانب الشرقي بالجانب الشرقي والغربي يعني الدكاكين بقت 83 دكان أول زياد يعني وفي تاني استثمارات عملوها فما في سبب بخلي نادي النيل يكون في الموقع على السلام مفروض يكون مش في الممتاز لو في درجة يعلم الممتاز مفروض يكون فيها مش الموسف شنو يا والصاصة دايما الاندي بيدعاني من فكرة الدعم فنادي النيل انتو أسس له تأسيس متين انو الدعم بكون موجود لكن هل انت بتحسب المشكلة هي في الأشخاص ما في الدعم يعني والله يا أخي أنا نحن عايزين نشرحه ونطلع منك بإفادات ممكن تخدم النادي أنا ماضي زيزول ينتمي يعني الفرصة حقتي زيزول عشان ينتمي لنادي النيل لكن منول ممكن نشتغل إدارة صاح دي ما دي ما مشكلة يعني يعني هو فعلا الحقيقة نحن مش أسسنين نحن أسسنين نحن أسسن الناس القبلنا بضبت كده ما تواصل أيام عشان كده واحد أي ناس أنا دائما بيقول لهم يا جماعة وفاة للناس المات وذيل حقوا نحن نكون حريسين انو نادي النيل اللي يكون في حتة تعجب جاه سلام طيب كيف كان تواصلكم مع الأندية التانية في نادي النيل يعني انحنا في فترة من الفترات من التذكر في الإرشيف انو الأندية ما بتقيف في الانتماء فقط للنادي وإنما التعاون بيكون مستمر الانتصار بيكون داخل أرضية الملعب لكن الفرح بيكون في الميادين كلها صحيح نحن عندنا علاقة وطيذة جدا مع الأندية مع المريخ وقري بالذات يعني كانت علاقاتنا وطيذة جدا والهلال وكلهم والنازل كانوا يجيوا يحضروا الجلسة بتاعكم لحد ذلك اللي هو بيعمل لنا دميج كله أحد فكانوا يتفاكروا يعني يعني في الاتحادات في الشخصيات في كده الرموز في حال الناعبين نفسه تبادل يعني مصالح كده مع بعض رياضية نتوقف معاكينا وصاصاها وحاجين حاجين لنفس العلاقات وامتدادة بكون كيف على شكل التطوير لكن بعد الفاصل مشاهدينا فاصل ونواصل رموز رياضية برفقتكم ما تمشوا بعيد جديد مشاهدينا كل أصدقاء الشروق ننضموا الآن لمتابعتنا من خلال رموز رياضية نحن لسه في حضرة القبر الرياضي وأمين خزينة نادي النيل الأسبق الأستاذ طاها محمد صالح في منزلو العامر أهلا وسهلا بك من جديد أستاذ طاها حقيقة أنا القبيل في بداية الكلام في حاجة قلتها ودي أنا لازم برضو أبني عليها يعني أعرفت أنه تأثم سناد النيل قلتها من ثلاث أسر تذكر في بداية أسر صحيح الأسر هي الأسرة العمدة محمد علي كرام الله وهو كان عمدة الفرطوم هذا أبناءهم يعني المرغلاي حسين بك طاهر حسين دسوبي كان هناك فرطوم في قبل فرطوم ودي لأولادهم القاملون بالفكرة هذا النيل يعني على أساسهم رياضياً وصرافياً وإتماعياً وكذا حاجة مشكلة هذا حاجة لابد من الجول يقوله وبعدين الناس زياته ويتأسس بأخلاقيات ورسناها من الناس الكبار يعني صحيح طيب أستاذ صحيح أستاذ صحيح أستاذ صحيح أستاذ صحيح قبل أن تتكلم عن علاقاتكم مع الأندية الثانية العلاقة الممتدة هل علاقات دي وكفت فقط في التواصل ولا كان عندها بعد أكثر من كده والله التواصل الاجتماعي كان فيه والاجتماع الرياضي كان فيه يعني بعض مرات تحصل فيه مناسبات كثيرة جداً في الأندية زي المناسبة بتاعة بوري يعني أضرب بها مسر عندما أريد أن يكرموا حسب وكتبير في بوري نادنيل انتغل فوالي إلى بوري يعني لكي نشترك في المناسبة جداً بالتكير أن هذه مناسبة سعيدة جداً وتواصل علاقات مع بعض في نفس النقطة التواصل زمان الأندية كانت أندية قومية وكان الهم الأكبر بالنسبة لها الروح الرياضية نعم فأنت كيف ممكن تقارن بظل الجولح من عيشه الآن في السودان في الميال الرياضي تعصب الرياضي وكذا يعني الأسه أنا ما أحاسب أنه فيه تواصل يعني أسه أنا من خلال أقول واحد قاعدة لكن بيقرأ بيسمع بيطلع بكده حي بشكلة لكن العلاقة الزمان كانت مميزة يعني فيها حاجات كويسة جداً لكن أسمع دومة أسمع أنا ما أسمع تلية نادي ما شاء العنادية تاني ولا هناك كله بيلتقوا بس في حاجة واحدة دعاوز يسجل واحد دعاوز يسبغو كده يعني اللي هي الحكاية ما كان عندنا زمان المشكلة وين يعني اللي ممكننا أن نفصلها إنه الزمان كانت الإدارات نعم المشكلة في الإدارات الإدارات إصبحت غير الإدارات الزمان يعني أسه ما كله ياخي ما كله ممكن نبقي إداري يعني يعني الإدارة دي ذاتة ما عندها يعني عندها حاجات لكن الناس ما 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 يعني طيب أنا عايزة رجع بيك بالذاكرة أي وسأصطاها لفترة من الفترات نعم ونتكلم عن أسماء في حياتك أنت في حيات نادي النيل كان عندي أسام كبير جدا نعم في حيات نادي النيل الصورة دي لك أنت نعم فبترجع لبداياتك في نادي النيل دي بداياتي في نادي النيل وفي نفس الوقت بدايتي العملية في البلدية كبير قلت لك بعلاقاتي مع الناس اللي كانوا معنا في نادي النيل لقيتهم في البلدية وبيقوا أصحابي وبقين أصحاب وبقين نمشي نادي النيل يا سلام طيب في صورة تانية صورة دي الصورة دي أنا كنت بلعب في فريق هنا في الحلة اسمه الميد وكنت بلعب هنا التاني في فريق فريق البلدية يعني ما كنت أساسي في فريق البلدية كنت تزول التاني في الاحتياط اي في الاحتياط دي كانت دي كانت كم؟ الشعار ده في الستينيات اهه الشعار ده الشعار ده بتاع نادي الميد الرياضي في الساحة الشعبية كان الله دوان لك يعني جميل الله والصورة دي الصورة دي الأب الروحي لنادي النيل اللي هو عما لجمال عليه ورحمة الله لأنه من الناس هو راجل أديب وكان دايما يعني يتكلم عن الأدب والفن ويتكلم عن الرياضة ده واحد من الناس الأسس هو نادي النيل اللي هو لما حصلت مشكلة حتى في نادي النيل لما زمن ده كان مهجر هو فتح بيته لنادي النيل في الرياض بيقى نادي النيل بيقى يجتمع في بيته والاجتماعات كلها وحتى لما تكون في مواراة يلبسوا من البيت ويطلعوا ويمشوا الأستاذ يا السلام عليه رحمة الله والصورة دي يا سلام ده الصديق الأخ خلف ساعدت الفريق كمال علي صالح قال له هو دي لعب في نادي النيل وأنا انت قبل اتكلمت عن الإدارة وكيفية التعامل كمال ده يتخرج من الكولية الحربية وسجلناه في نادي النيل فقاموا نقل له جبيت اتنقل جبيت كان من الخزينة بتاع نادي النيل فيصل محمود عليه رحمة الله فقام فيصل عندنا كورة مع الهلال فقال كمال ده لازم يجي بالطيارة قام طلع 17 جنيها تذكرها عشان يجيب كمال ده بالطيارة لما كمال جاه هو كمال راجل اللاعب فزي يعني فلما جاه قام عبد الحمير البروفيسور عبد الحمير ابن نايم عمل اجتماع طوالي عقد اجتماع لمجلس الإدارة قال ليه اللي بداك صلاحية شنو عشان تطلع 17 جنيه بدون المجلس ما يوافق عليه قال لي يا بروف ده ما لاعب مهم قال ليه مهما يكون إذا مجلس الإدارة ما سجل لكن انت ما مفروض تطلع 17 جنيه عشان تجيب اللاعب ده هنا وفعلا كمال هو كان جاب قوني الزكر هو لاعب ممتاز جدا طبعا فقام قال يا جماعة الحكاية دي كده ما تنفع القدس دي لازم تدفعه قال لي هناك طوالي قام على حيله وقال لي يا جماعة أنا مني جنيه وعضى المجلس التانين كل واحد دفع جنيه جنيه تمت السبعة غير الجنيه ورجعوا الى الخضنة بتاعت النادي دي كانت الإدارة كده يا سلام طيب الصورة دي برضو الله يرحمه ده أخونا عليه رحمة الله الصلاح حمد الله اللي هو ده كان راجل عظيم جدا وكان الراجل يحب النيل ويمكن تذكره أخوه هو فاروق حمد الله هم رأس جعلين يعني صلاح ده كان سكرتيرير نادي وكان برضو بيت مفتوح للنادي وكان راجل سخ جدا وبيدفع لأي إذا كان في أي مشكلة مالية وكان بيهتم جدا بالمناشط زي عبد الحميد إبراهيم المناشط يعني إذا كان في مشكلة مالية كان صلاح ده بحلها حلها طيب سوري دي العلاقة اللي انت قبيرة تكلمت عليها في بين الأندية ده في نادي بري ده تكريم لحسبه أنا وكابتن نجم الدين عليه رحمة الله وعبد الكريم سرور الله يرحمه وقدمنا الزكر دي كان من ضمن الأشياء اللي قال المجم الدين ما هنساها يعني قال له هو قال لي نحنا هنقدم شنو وقلت له يا أخي ما مشكلة إن شاء الله نقدم له صورته قمت عملت الصورة دي بها السلام بتاعت نادي وقدمناه ليه حتى حسب الله يرحمه قام يا جماعة دي يقدموا له هدية صورتي يذكر كانت حكاية مولية الدينية وده بولينا قدروا كيف إنه الهدية ما شرطة يكون عندها قيمتها مادية أو توصير بالضرورة إنه الاهتمام بالشخصي حتى الناس الموجودين ذاتوا يتبسطوا من الحكاية دي يا سلام طيب من الإرشيف في إرشيف مجموع من اللاعبين دي ده فرغة البلدية ده البيهنة ده عبد الكريم سرور كنت بتلعب إنت في البلدية أنا كنت بلعب في الصفة الثانية ده عبد الكريم سرور وده الصفيحة وده براميح الكوارتي حسن العطية حسبو وجقدول بكري حسن بكري ودنوبة بكري عثمان وده دقنو ده مبارك اللامين ده زكريا ده هارون جغلو ده جحفر مرغني وده ونان وده صبي العامر الأخير فدي كانت اجتماعيات مهمة طيب ده تسجيلات تقريبا دي كانت فيه زمن كان فيه كما للشدات في نادي النيل وده البروفيسور عبد الحميد بن العيم دي كانت فيه مكتب بذلي طيب طيب ناخد معاك من إرشيفك برضو ده دي كانت مناسبة بتاع الزواج الشجرابي نحن كنادي النيل التواصل التواصل بمشينا للشجرابي وبرضو كنا محتارين نقدم فيه برضو قالوا تقدموا له نفس اللي نعملنا نفس اللي كانت تا غيومة جدا يعني سجرات كانت موصلة جدا لحكاية ده بهناك ده أحمد محمد الحسن اللي هو كان نغيب الصحفين وده أنا طبعا في النص وده شرابي وده بي بديك يجدور كيف لعندي إذا ما كان مفتحة على بعض طيب مع له حديد وقصة ضيدي ده المناشط عبد الحميد إبراهيم طبعا بروفوسر عبد الحميد إبراهيم هو الأسس المناشط دي وكان يحب المناشط جدا مع الكلة الغذر ده واحد من الأبطال اللي كانوا في ناد النيل الحديد آه لفة على الأبطال آه إيه اللي هو أسل 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 صاحا هل أندي طبعا بيجد مراشطة بتختلف يعني ما في أي يعني الصلاة وصلاة المغلغة وكذا هو بالضبط يا سلام ده بكر عبد الجليل طبعا المدرب الغدير الممتاز ده اللي أخ الصحفي صام يا سلام كانت يعني حكاية طيب لما جميلة في وقتها آه نعم واجتماعيات الناس انت موتستحضر شنوه يعني بالذاكر starts الصورة دي بيترجعك لشنو ترجعنا دا مجلس إدارة ناد النيل اللي هو الناس سبقولوا كان مجلس وذرايا وهناك دا طبعا يوسف مرحوم الله يرحمه Totally وئتوفى قريب طبعا يوسف و المايستره علي الدك اليمين الصورة اللي فيها لأسماء لو عايز ستحضر مننا علي الدك اليمين أيوة طيب الجلوس الصف الأول الطاهر محجوب جلابية وجبه فيصل محمود جمال توفيق بلبي اللي هو ده أحد مؤسسين النادي البروفيسور عبد الحميد بريم سليمان ومحمد محمود الله يرحمه كان طبعا مدرب وكان عضو نادي النيل الوقوف من اليمين يوسف مرحوم فتح شامي برعي سليم محمد عبدين ورنجيتا عليه رحمة الله عبد الكريم حمد إدريس ده أخو صلاح حمد إدريس برضو كان عضو في مجلس اللي درتنا ذي النيل والأخير ده خوجلة أو الجاز وتحضرني حاجة في قصة خوجلة أو الجازة لما نحن سن الكاز سنة 63-64 البروفيسور عبد الحميد إبراهيم قال أقدم لاعب يشتغل المدرب للنادي وكان المدرب أقدم لاعب اللي هو خوجلة وأحرزنا كهس الدوري فدي كانت يعني الناس بيتكلموا على الناي عبد الحميد كان تكريم ذاته أظراي دي كان تغريباً اللجنة بتاعة الكاف في سنة من السنوات كان دكتور كامر شداد طلب منه على الأساس إننا نحن كناس مساعدين كان فيها فطاح له من الناس الصحفيين ناس أحمد محمد الحسن وعلي الرياح وكماد ذاته وسيد صالح سهلابي ورشيد الرشيد بدع عبيد ومجد الشمس الدين ومية واربعة مدير مية واربعة إجزاء يوسف السمال والأستاذة هناجي الصديق الزحيلة كانت مدير سعيد عبدالجادر دي أول ميدالية ذهبية دي آي صحيح صح دي وزيرة كانت برد فترة من الفترات مش كده هنادي أنا أقصد اللاعب ده اللاعب ده سعيد عبدالجادر اللي هو ده أحرز أول ميدالية ذهبية لنا دي النيل اللي هو قد يمتلك عبد الحميد إبراهيم كان بيهتم جداً بالمناشط فكانوا فيه أبطال في الملاكمة ما أقتصر الموضوع في كورة بس الموضوع عبعد من كده أيوة أيوة أسأل هو لسه أسه ما فيك أسه ما فيك طيب سريعاً لحيثين ده الارتباط الكبير ده 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 المسألة بتاع ده الراحل رئيس هو اسمه ما هو صور مهدي 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 تذكر نحنا اشتركنا فيه وكان يلاب في التابين فقدمنا كلمة يذكر طيب الأخير يا سلام ده البروفيسور عبد الحميد بلاهيم ده الراج العالم طبعاً في مجالة صيدرة درس كله درساته بر السودان في بريطانيا وكان حاجة يبسكي ذلك مهدي من هناك هو جزء من ناد النيل وبيقى رئيس ناد النيل فترة من الفترات وبيقى سكرتير ناد النيل وهو يقول عليه ابو الغوانين يعني كان الزولة بعمل الغوانين بتاعت الاتحاد العام وكان رأيي الموسوعة يعني عليه رحمة الله يتوفى قريب أرد كم سنين يا سلام دي كلها الذكريات موجودة في مخيفتك لفترة من الفترات وقدرت تشكل تاريخ حريط بالنسبة لأستاذ طاهم حمد صالح طيب طيب جدا ده دكتور عون الشريف قاسم الله يرحمه برضو كان عنده علاقة كده يعني هو راجل يعني بحب العلاقة فكانت عنده علاقة معنا للنيل يعني ده عون الشريف قاسم يا سلام دي آخر صورة والقايمة طول يعني الزمن ما هيقدر سعيفة نعرضه ده كمال شداد طبعا كان فترة من الفترات هو هنا كان مدرب لنادر الهلال لكن قبلها كان مدرب لنادر الهلال طيب كان معكم في هذا الهلال طيب أستاذ صاهة يعني الغائمة تطول صراحة عن فكر الناس وتديهم حقهم برضو في الحلقة دي لو عايزين نيجي معاك في مساحات أخيرة عن حالة الكورة السودانية وانت الآن بتشوفها وقلت أنا ما واقف يعني قاعد أشوف قاعد أشوف التحاليل التحليل قاعد أشوف برضو في الصحف وتتطلع بزاوية شوفك لو عايزين نعمل مقارنة ما بين الأمس واليوم المشكلة حقيقية مشكلة إدارية ولا المشكلة في الناس نفسهم إدارية الناس والما هو الإدارية الناس نفسهم هل أقصد نفوس الناس ولا الإدارية للناس اللي عندهم حوزة لأموال يعني دكاة الناس ذاتهم ما عارفين يعاملوا شنو اللسة في الإدارات الفي الأندية هم ذاتهم ما عارفين المطلوب منهم شنو صراحة يعني لأنه أسلي أسه بس بس شوف القصة الحصة في الاتحادة في الاتحاد وفي الأندية ديل فاتوا ديل طعنوا فيهم ديل يجوا ديل تتعانوا فيهم ديل فوتوا ديل يجوا تحيي تحليل الناس كيف يعني ممكن تتحلى كيف والله يا أخي الرجل المناسب في المكان المناسب يعني يعني توظيف الكفاءات والناس الممكن يخدموا الرياضة طيب نرجح ثاني وإنت كبيرا تكلمت عن نقطة مهمة يعني هل بالضرورة عشان نهتم بيجيل الحالة ذا إنه أسس له تأسيس متين بالذات لو كان في نادي النيلت لسة حتتواصلوا معاهم لو هم بدر منهم أي تواصل عشان تحافظوا على اسم النادي عشان نهتم بيجيل حقيقي رياضي والرياضة تكون في المقدمة بالنسبة لي هل بالضرورة اهتمام بيكون عن طريقة الدولة والاهتمام برضو يكون مجتمعي عشان نشوف مدارس سنية ولا كده والله يا أخي الاهتمام بيعني مثلا نحن عندنا في نادي النيل الناس اللي بنتموا لنا ذا النيل هم ذاتهم يعني حقه يعني ما يبعدوا من النيل عشان يرجع لحالة الزمان أو عشان يورروا الزمان كان حاصل شنو والمفروض يكون شنو يعني يعني دي أنا افتكر حاجة أسا بترى الناس بيعملوا فيها يعني شغالين فيها يعني زي ما قلت لك تأسس قروب لقداما هذه النيل والإداريين وكده وبناها على أساس أنه يبدو حاجة شكلها طيب أستاذ صاحة محمد صالح القدب الرياضي بنادي النيل الأسبق وأمين الخزينة لو كان في زاوية ممكن يتحدث عنها في تشني كبير في جو مسموم كذا إذا جازت تعبير في الوسط الرياضي يعني زمان الكورة هي اللعبة الرياضية يعني لا 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 الشحن ده والحياة دي مصالح شخصية يعني أنا أسسني لأقصد الرياضة بيبدو تتبني علي مصالح شخصية يعني تقصد المساعزات لما أنت تجيبه الشراحة كده تلقاها حاجة خاصة كأنه الواحد من دفع ما من ناحية أنه هو يبني جيل معافة أو رياضة أو أخلاق أو كده أو هنا حاجة يكون الفكر في مصلحة خاصة والتشاحن ده قدر كيف ممكن يؤثر على الأجيال يعني بالذات والأجيزة الإعلامية أسر فعلا نسر أسر يعني ممكن يشئلين جيل شكله كيف يعني يهتم بالمصلحة الأولى بعيدا عن أنت ما ينظر للرياضة من جهة تجارية ما دانا يعتقلوا الدمار يعني ما خلاص أنت المؤسسة اللي كانت عندها دور وكان الناس بيوصفوها بالحياة الجميلة الخلاص يتنفت ما فيه بيقات ما فيه وبالتالي التربية ذاتها يتعلمت يعني لذلك الناس لازم يرجعوا عشان يسطحوا الحاجات اللي كانت الزمانية يعني الزمان في حاجة يسمى التزغيف الرياضي التزغيف الرياضي اللي كان يعملون الناس زمان كتي بس عندي هناك الكتيب ده فيه كيف انت عشان ما تبقى إداري يعني تفاصيل فهي فيه الناس الزمان ناس يعني ذكرنا شخصيات كانت ذاكرة رائع تسويق يعني كان الناس بيأسسوا لحاجة الزمانية يعني يكون عندك ثغافة رياضية لكن السمينول عنده ثغافة رياضية ده جاي عنده قروش عشان هناك حاجة فلانية هد لها سووا ده الناس ينسوا ينسوا روحهم صاحا الانديا دائما بيتفكر تفكير مستقبل الانديا الكبيرة اللي في بلدان خاريية عشان هي عندها رؤية لفترة معينة انه النادي يصل لمراحل متقدمة ويصل لاهدافه ما عايزينا المكسب يكون مكسب وكتي حتى لو كان في خزارة أو هزيمة وشوفنا الحاية دي في الفترات الأخيرة للدول الخارية حتى بالنسبة للدول العربية انحنا عشان نأسس على صعيد منتخب قومي بيقدر يمشي مراحل متقدمة لقدامه وشوفنا النتائج المخيبة بالنسبة لمنتخبنا كل ما يخطو فترة لبطولة يعني ينال الخصارة يعني فعشان نأسس أساس حقيقة لمنتخب قومي جامع في نقاط المفروض يحصل شنو؟ تبني جيل جديد تربيه هو تربية صحيحة يعني مدارس سنية وحاجة أبسا أنا شايف في بورسودان ليه؟ في حاجة جميلة جدا والله أنا قاعد أتابعها في مدرسة سنية أكاديمية اللي هي دي 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 التربية صحيحة اللي أنت ممكن تبدأ بها الفراغ والمتخب هاي هاي قبل أن تكلمت عن الثقافة يعني شوف ده 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 كان حاجة زمان الناس بعملوها الرياضيين التصغيف الرياضي التصغيف الرياضي اللي حاجة مهمة جدا يعني يعني شوف ده محمد كرير النور وعبدالله الريب عبدالله رابي حقصد ومن كده المبارك كانوا كانوا بعملوا والفاضل الدراج بيعملوا إحصايات والناس بيعملوا عليها وبيمشوا عليها يعني طيب وصد طه الحديث عننا دنيا الحديث ممتد ولكن الحديث عن الناس اللي أتروا الحياة العامة خاصة في الإدارات ومن تقبير من الصور تذكرنا كمال شداد يعني في فترة أخيرة الأخبار بيجد تتداول بشكل كبير الاتهامات بيجد تجي من كل مكان الرجل كان عنده تأسيس متين للكرة السودانية في الإدارات فإنت كيف يتوصف كمال شداد يعني؟ والله كمال شداد طبعا الراجل أول حاجة أنا بيعتبره موسوع يعني أنا بيحكم أنه يعني يرتبط به في فترة من الفترات ويحتكد به يعني قد يجوز أنه في حاجات كده الناس ما يقبلوها لأنه طبيعته كده يعني يعني الواحد يعني هو لكن أنا بيحس بأنه ما عنده حاجة كده بيتمره على الزور يعني لكن عنيف يعني بيقولك بيقولك كلام قد يكون الكلام ده فيه ومسطحة يعني يعني ما يدس كلام ما بلوّن الكلام ما بلوّن الكلام ما بلوّن الكلام ما بلوع بعديalog يا الراجل أنا تم اعترض الراجل أمين جدا كمان يعني يذكر أنا فترة من الفترات كمر شداد معي نسافر بر و النسرية دي delivered جاب الباقي الراجع ما في الزمن دهال نمر لا أداء عملي بتم كمال الراجل أمين يعني راجل كويت فاهم بعد أن التربية ذاتي يعني يعني سوف عبد الرحيم شداد عمه ده كان برضو في الإدارة حاجة ما سهلة يعني هما وصل في مجالات متعددة ده عنده وانتظار كبير في الحياة يعني أنا أول زول قبلت في حياتي العملية عم كمار شداد دي اسمه أحمد لما تعينت يعني فقام قال لي يا أخي أنت الوضع جيد قلت لأي قال لي تعالى أبو أعطينا جبت كرسي قعدت يجبه قلت عيبولي الشيء وده السبب الناس بدل أقول ليه كساب قال لي يا ابني أنت ممكن تشيل الخمسة دي دخلتها في محل الثلاثة والثلاثة في محل الثلاثة والثلاثة 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 ده يتصلح لكن ما شكل عاية الدقيلي جيبه فيها دي نصيحة بعين تاني قال لي قبي أنا قلت يا قبي دي شنو دي 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 أسا تأكيدا لكلام الرجل لا نحتفظ لغاية هسا لو لاحظت أنا هسا محتفظ بحيات دي قال لي أي حياة تعملها تأخذ منها صورة وفعلا لسا أنا ده نادني لسا دول عاوز يعرف نادني له لا لكل ذكره طيب وصالصاها محمد صالح في المساحة الأخيرة دي بيكون عندك كلام كثير ما ممكن نجيبه في محاور نديك مساحة أخيرة في دقيقة عايز تقول شنو بالنزول أنا عاوز أقول كلام مختصر جدا ولرجل أنا كنت أحبه جدا واشتغل معانا أنا كنت مدير في مواصبات العاصمة الزمان لو تذكروا وكان معانا الرياضي الكبير علي رحمة الله مختر التوم اللي هو أخونا عمر التوم كان نحن مع بعض يعني وكان جان عمك عتيك عشان نشتغل برات في الشيك عليب دي الحاجة اللي أنا عاوز أقول إليك يعني وهو كان شغال برات في عضبرة يعني مش المعاش لكن عجبته الباصات بتاعة الورجيه اللي دي لو بتذكرها الصفرة أصر لي لازم نشتغل فيها فجاء الدخل الباب الأول الباب الثاني جان فوق وجاء للزول ما دخلوا قال طيب أبا يدخلوا قال للمديرين دي المفاضين قال من عاداته كان بيشيل معا كروت كيلة صغيرة ومكتوب على محمد بشير عتيب ومن ورا فاضية فقام كتب لينا قال للزول النازل اللي أبا يدخلوا دا قال له وإذا كتبت لك الكريت دا بترديل الدمعة دي قال لها يرتبوا ومش أقعد فينا قال أنا في متاك أنه قال له ترزع هناك فالمهم دي عرفتها فيما بعض يعني فلما جاب لي الكريت أنا قاعد دي مخترتهم طبعا اللي هو كان رئيسنا دي الموردة وكان مدير المواصلات أنا كنت المدير المالي يعني إحنا مع بعض ومعانا مدير فن ومعانا برازيلي قريبت الكريت كده كتب ليه السيد المدير نفسي الفراغ ما طالة البلد اللي فيها مصانع وطالة أنا براد ماهي الخبرة وطالة تقبل أكون عاطل وانتدعد الطالة فمختار درغوا من قتفك قال ليه عم عتيك نحنا أعيناك بالراد من الليلة انت في شركة المواصلات بغاية ما توفن يا سلام مقدرين جدا أنه كنا في حضرتك وفي مزلك والساز طاها محمد صالح قطب الرياضي وأمين خزينة نادي النيل الأسبق شكرا كتر خيرك وانت رمز ما ممكن يتجاوز وانت رمز لا يحل من الأحوال كتر خيرك والله أنا سعيد جدا شكرا 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 لكم انتم مشاهدين لمتابعتكم رمز رياضية حتى المتقادر بلدان الفرعات الرحيم تحياتي وفريق العمل اشتركوا في القناة